السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يارب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة و يارب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحققة لكم كل اللي انتو بتتمنوا شوفنا تعليق بيتكرر كتير جدا على القناة و من زمان و بنرد على التعليق و برضو بنتسئل تاني بنرد على التعليق و برضو بنتسئل تاني فالظهر ان هي مشكلة شائعة او تساؤل وسؤال يعني مغلب الكتير من الناس وهو ان الفراخ اول ما بتخلص عن قود البيت بتاعها بترقض تلقائيا و ان ده معاد الرؤاد بتاعها السؤال ده احنا يا ما جاوبنا عليه لكن النهاردة قررنا ان احنا نعمل حلقة مفصلة للقضية دي علشان في ناس كتير فكرة الموضوع وفهمة الموضوع غلط تماما لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول مبدئيا احنا يا ما تكلمنا عن طريق ترقيد الفراخ وقلنا ان احنا بنستنى كده الفراخ لما يعني بنشوف العلامات اللي عليها وبنستنى العلامات تظهر عليها علامات في الاول ان هي اطبيت اول حاجة بتظهر على الفراخ هي علامات ان هي اطبيت لو على ثلاث شهور ونص لو انت مربها حلو او اربع شهور لو يعني كسلت شوية خمس شهور لو انت مش مهتم بيهم وطبعا عدم الاهتمام ده ممكن يخليهم يبيضوا على ست شهور وممكن كمان ما يبيضوش اصلا فاول حاجة تفكر فيها قبل ما تسأل هي بترقيد امتى ويلي بيخليها ترقيد وهل بترقيد بعد ما تخلص عنود البيض ولا ما لهاش علاقة قبل ما تسأل السؤال ده افهم الاول ان الفراخ بتعمل ايه الفراخ بتبيض اصلا على من ثلاث شهور ونص لحد ستة او سبع شهور على حسب التربية بتاعتك وعلى حسب صحتها من البداية ولازم تكون فاكر برضو وفاهم كويس جدا ان كل حاجة بيتم توارثها يعني كل صفة بيتم توارثها في الكاتكوت من الديك والنتاية الام يعني كل حاجة فيهم من صفات الشكل ومن صفات الامومة ومن صفات كل حاجة حتى الصفات النفسية ما تستغربش حتى الصفات النفسية هي كمان بتنتقل للكاتكيت الصغيرة الكاتكيت الصغيرة هتطلع عندها نفس السلوك وعندها نفس الحركات وبتتعامل بنفس الطريقة يعني انت بتلاحظ كده ان فيه فرخة هادية وفيه فرخة شعنونة كده بتجري وبتكسر الدنيا وكده لو دورت ولاحظت هتلاقي ان الفرخة الهادية دي في الغالب برضو الديك والنتاية اللي جابوها الاتنين عندهم نفس الصفات دي او حد فيهم عنده الصفة دي فكل حاجة بيتم توارثها في عالم تربية الطيور مش بس الشكل لأ كمان السلوك والخصال النفسية فعشان تفهم بقى فكرة هي بترقد امتى لازم تكون واخد بالك جدا ان الموضوع مش موضوع فيسيولوجي بس لأ الموضوع كمان فيه جزء نفسي جزء الفرخة او الكاتكوت الصغير بياخده من الام يعني بياخد منها نفس الصفات يعني لو الفرخة اللي هي الام دي كبيرة بتبيد اول ما تخلص العنقود مثلا لو هي جسمها متزبط على هذا الاداء بعد ان ده ما بيحصلش هنجاوبك على السؤال ما تقلقش لو هي متزبط على هذا الاداء يبقى برضو الكاتكوت اللي هي طالعة من عندها واللي هي رقدت عليهم رقدت عليهم خلي بالك وهنتكلم في الموضوع ده مش معنى ان هي باضت كده يبقى هم خلاص كده ولادها بنسبة 100% لأ ده انت لو خلتها ما ترقدش عليهم وهم طلعوا في فقاسة مثلا او في مكان برا يبقى في جزء من الصفات النفسية والجسدية مش هينتقل من الفرخة الام للكاتكوت الصغير فلازم تاخد بالك كويس جدا ان كل حاجة بتنتقل المهم لو الفرخة الكبيرة مثلا بتبيد على خمس شهور حلم؟ الفرخة الكبيرة بتبيد على خمس شهور يبقى الكاتكوت اللي طالعين من تحتها من تحتها مش من فقاسة يعني البيت بتاعها وكمان تحتها هي رادت عليهم اي بيدو هم كمان غالبا في نفس العمر ده لان هم عندهم نفس الصحة ونفس البنيان الجسدي اللي لو اهتمت بيهم بقى نخليهم يجبروا بسرعة دي قضية تانية لو برضو الفرخة بترقد بترقد على البيت مثلا من العنقود التاني او العنقود التالت او الرابع او الخامس برضو الكاتكوت الصغيرة ولادهم هتطلعوا بنفس السلوك فاجابتنا على السؤال ده يا جماعة اجابة عامة وملهاش اجابة محددة الفراخ بترقد بمزاجها عموما كل انواع الفراخ وكل انواع الطيور ما ينفعش تدي قعدة وتقول ان الفرخة الفلانية دي بتبيد لما تخلص العنقود يعني هي مش بطة البطة عندها بعض الصفات اللي شابها كده اللي هي تخلص المجموعة بتاعت البيت وبعد كده ترقد عليهم كلهم وبرضو ممكن ما ترقدش نفسيا تكون مش جاهزة سلوكها يعني مش بترقد هي ما بتحبش ترقد فبرضو مش شرط فانت ما ينفعش ترقد ده بده الفرخة بترقد لما تكون هي عايزة ترقد اي نوع بقى اي نوع بياض اي نوع بياض يعني الجميزي البلدي الفيومي العرب كل الانواع البياضة ما عادة البرهما كل الانواع البياضة بترقد بمزاجها بالموعيد اللي تحبها هي وحسب سلوكها هي وحسب الصفات اللي هي واخدها من الهم نيجي بقى للموضوع المهم جدا ده الفرخة لما ترقد على البيض بتاعها الكتاكيت اللي هتطلع وتكبر تمام هتكون بترقد انما لو انت حطيت البيض في فقاسة بنسبة كبيرة الكتاكيت اللي هتطلع هيبقى عندها خلل في الموضوع ده ما تستغربش سبحان الله يعني حتى ده بيتم توارثه يعني الفرخة لما ترقد على الكتاكيت اللي هي بضيتهم يعني الكتاكيت اللي طلع من البيض بتاعها تمام ترقد رؤاد كامل لحد اخر يوم والكتاكيت تطلع من تحتها كده الكتاكيت دي نمت نموه كامل وكبرت بشكل كبير وبنسبة 100% خدت كل الصفات الوراثية من أمها ومن أهم الصفات الوراثية اللي خدتهم اللي خدوها الكتاكيت من أمهم إن إيه إن هي رأدت على البيض إن هي أصلا رأدت على البيض بتاعها البيض بتاعها خليبك مش بيت حد تاني فتطلع الكتاكيت هي كمان واخدها نفس الصفة الوراثية وتلاقيها هي كمان بترقود عادي جدا ومالهاش علاقة بقى هي بترقود إمتى بترقود على أربع شهور خمس شهور لما تخلص عنقود البيض قبل ما تخلص عنقود البيض مالهاش مواعيد محددة هي غالبا بتبقى بتشبه الأم لكن برضو ما تقدرش تقول عليها مواعيد محددة لأن الموضوع برضو بيتعلق بالغذى وباهتمامك الموضوع مش بس صفات وراثية بتنتقل هو الطائر قادر مثلا إنه يبيض على أربع شهور إنت ماهتمدش بيه يبيض على خمس الطائر قادر إنه هو الثالث أو الرابع أو الخامس إنت ماهتمدش بيه تلاقيه بيرود على البيض في وقت متأخر وقت متأخر فاهمني يعني الصفات كلها بتنتقل من الديك والفرخة للبيض الصغير والكاتاكيت الصغيرة وإحنا لما عرفنا المعلومة دي بصراحة دهشنا وقولنا سبحان الله يعني لو في حد هنا موجود وينقشنا في المعلومة دي ويغلطنا ويقولنا أنتم ما عندكوش حق يعني حتى الصفات النفسية بيتم توارثها من الديك والنتاية الأم للكاتاكيت الصغيرة اللي طلعت من تحت الفرخة يعني هي رقدت عليهم لحد آخر يوم إنما لو طلعوا في الفقاسة مش هياخدوا منها حاجة أنتم متخيلين المعجزة الربانية اللي احنا بنتكلم عنها دي معجزة معجزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لو حد ملاحظ الكلام اللي احنا بنقوله ده وبيرقبه في الطيور ياريت يقولنا في التعليقات لو حد زينا وصلت له المعلومة دي أو يتأكب منها بأي مصدر وبأي طريقة ياريت يعرفنا في التعليقات لأن الموضوع معجز جدا وغريب جدا ومدهش جدا ده كان الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش قبل ما تبشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة لك من يوتيوب وتنساش برضو تعمل تعليق على الفيديو بأي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور أيا كانت المشكلة وأيا كان نوع الطائر أكيد هننقشك فيها وهنتكلم عنها حتى لو في فيديو مخصوص لو المشكلة طبعا شائعة وناس كتير بتتكلم عنها زي المشكلة بتاعة الفيديو بتاعة النهاردة ونشوفكم على ألف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته